انطلقت في عموم البلاد الحملة الوطنية للتطعيمات لسنة 2017 في ظل أزمة واسعة يعاني منها قطاع الصحة الذي أصبح أكثر ما يؤرق المواطن الليبي وتشمل الحملة الوطنية للتطعيمات الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات وتقام الحملة تحت إشراف المركز الوطني للأمراض السارية ومنظمة الصحة العالمية وتستمر الحملة حتى يوم الخميس المقبل حملة سبقتها ورش عمل انضمت كافة العناصر المشاركة بالحملة في كافة البلديات وجاء يوم السبت الثامن والعشرين من أكتوبر لتدشن المراكز الصحية والعيادات الحملة الوطنية وليتوافد المواطنون بأبنائهم لتلقي التطعيمات الضرورية في بنغازي كان الإقبال جيدا وقد بلغ إجمال الأطفال الذين تم تطعيمهم بالطعم الواقي من الحصبة والحميراء والنكاف 5156 طفلا وطفلة أما الأطفال الذين طعموا بالطعم الواقي من شلل الأطفال فقد بلغ عددهم أكثر من 10500 طفل وطفلة وفي سبه بدأ الأحد حوالي 15 مركزا صحيا بالمدينة فعاليات الحملة الوطنية للتطعيمات ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والحميراء والنكاف وقال مشرف التحصين بمكتب الرعاية الصحية بسبه عبد الفتاح السعيد إن كميات التطعيم متوفرة بشكل كبير بالمراكز والوحدات الصحية في مدينة سبه وفي العاصمة طرابلس انطلقت الحملة الوطنية للتطعيمات صباح السبت من المركز الصحي وسعية بديري بحضور الدكتور ريداش عوتا مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس الذي تابع سير الحملة ببعض الزيارات الميدانية لبعض المرافق الصحية بطرابلس التي بها عيادات تطعيم والمستهدفة من الحملة حيث كانت زيارته الأولى للمركز الصحي فشلوم هي المرات القليلة التي تتوحد فيها البلاد على رأي واحد وتعمل مؤسساتها في الشرق والغرب والجنوب بتنسيق ثابت من أجل خدمة أطفال البلاد كافة فهل نرى توحدا في القرار السياسي والاجتماعي من أجل إنقاذ مستقبل هذه البراعم أمان للكبار قرارا آخر